أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين نرجع لكم بمقطع جديد ومقطع زي لها بطعب في مقطع اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة باسم تحديات المتابعين وفيها بكل بساطة تتحدوني في أحد ألعاب سلسلة جي تي اي سواء في مهمة ولا في تحدي معين زي مثلا يا صالح سوي المهمة الفلانية بالسلاح الفلاني بدون درع هي لكنوس بدون ما تكتل أحد وإذا ما فهمتوا الفكرة مع فيديو اليوم تفهمون الفكرة بشكل مثالي وبعدها عاد أبغى تحدياتكم الإبداعية والمميزة في خانة التعليقات ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ لو تبغى تكتب تحدي معين اكتبه بالطريقة التالية الظاهرة في الفيديو الآن تحدي نقطتين فوق بعض وبعدها اكتب تحديك عشان يسهل علي البحث وإيجاد التحدي المناسب تمام تمام بسم الله نبدأ في السلسلة أول تحدي تعدي المهمة الأولى من جي تي اي سان اندرياس وعليك ستة نجوم طبعا قبل ما أبدأ المهمة سويت كلمة سر الرفع الشرطة ثلاثة مرات عشان تصير ستة نجوم وفعلا صارت لكن وانا خاش المهمة الشرطة قشطوني ودمجوني كم مرة وخلوني أبدأ المهمة وهي لي نازل طبعا أول ما بدأت المهمة وركب لي الدراجات فوق عشرة رجال شرطة مستنيين فقط اني رسبين وأول ما رسبنا عاد خذلك أنواع التدميج زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الآن طبعا حرفيا الوضع لخبطة بشكل ما تتخيلوا سيارة شرطة طايرة من جاية من ما تعرف وين دبابة تمشي وتسلم عليك والبولس كمان يحاشرونك حرفيا لخبطة كبيرة جدا 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 وعاد هنا الشرطي الكلب مرة مرة ما شفته وسقط عليا وحشرني وجا خويه الثاني وبكسني من الدراجة وقبض علي وللأسف إنه المهمة فشلت هنا طبعا لما عتها من جديد هذه المرة الشرطة ما قصرت وكانت مستنيتنا برا البيت وحاشرينا برا زي ما تشوفون على العموم مرة أخرى أول ما بدأت المهمة رجال الشرطة منتظرين الزلة وأول ما شافونا بدأوا في إطلاق النار بدون أي رحمة طبعا هذه المرة كنت مركز أكثر صحيح لي كثير أشياء أحلام العصر لكني كنت مركز جدا 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 خلونا أقول لكم شي في هذه المهمة يا أخوانا في هذا التحدي على كثرة رجال الشرطة وهم ستة نجوم ألا إنه سيارة البولاس كانت أغث من الشرطة بعشرين ألف مرة غثيثين بشكل مبالغ جدا 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 يا إنه دمجني صح 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 شال ثلاثة أربعة هيلي والشرطة حتى ما دمجوني قطرة واحدة كل التدميجات كانت من البولاس الهبلان لكن سيارة الام بي سي هنا أنقذتني كثير وبعادته عني ولا كان باقي له تكة ويقشطني ويفشل لي المهمة طبعا نحنا ننتظر سويت شوفوا مين قاعد ينتظر معنا عادي منظر جدا جدا عادي ودائما تشوفوا في هذه المهمة أنت تنتظر ودبابة حربية كذلك تنتظر معك في وسط الكاتسين شاحنة الجيش داعسة ومداهمة أهل أهلنا لا زال الوضع كاتسينة لأنها كانت جدا جدا متحمسة وزي ما تشوفون في البداية كانوا مركزين على بيك سموك وحاشرينو لكن هنا الركز علي مرة وكان باقي له تكة ويصدمني والكلب كان داعس جدا 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 لو صدمني كان ممكن يشيل ثلاثة أربع هيل ثم كملنا باقي المهمة بشكل طبيعي سموك ورايدر كلهم جنبي في هذه الحالة وفي هذه اللحظة هنا رايدر وأنا حبينا ندعس شوية وسموك تأخر مننا قلنا إنه راح يجي معانا بحكم إنه قائد محترم ومشاكل ذلك لكن للأسف حصناه متورط وراه دبابة حربية نارية جدا زي ما تشوفون قاعد أطالع فيه وأشوف كيف راح تصرف إلا وفجأة دبابة حربية ثانية حصلتها في وجهي والدبابة كانت شدتها وكانت ناوية علية زي ما تشوفون لكن النطة هنا ساعدتني كثير وضيعتهم ثم بعد ذلك رجعت سيارة البولاس الغثيثة مرة أخرى لكن قدرنا إننا نسحف بيهم بشكل ناجح لكن المفاجأة إنه الجيش مسوي حاجز قبل ما تخش الجروف ستريت ومسلحين برشاشات الام سيكستين رايدر المحزم زي ما تشوفون وركزوا معايا فكلنا طريق ومنه أنا وبيك سموك عبرنا الحاجز كان مقفل بشكل كامل على إنه رايدر كسر أحد الحواجز ومن خلاله أنا وبيك سموك قدرنا إننا نخش ومنها قدرنا نوصل للجروف ستريت بنجاح وعدينا المهمة الأولى رغم الستة نجوم شرطة اللي ورعنا صلاحة توقعت إنه التحدي راح يكون صعب لكنه كان جدا سهل أغاث شي قابلته في المهمة سيارة البولاس الشرطة أحس إنهم ما أثروا كثير نعم يقعد يلاحقون كذا وسوون حركات لكنهم ما يضرونك في المهمة نهائيا فالسؤالي أخوان هل نجحت في التعدي أو لا؟ التحدي الثاني تقتل بيك سموك بسكين في المهمة الأخيرة طبعا عشان تعرفون إيش كان ودي أسوي في التحدي شوفوا اللقطة هذه كان ودي إني أبخ على بيك سموك بالبخاخ عشان ينحني ثم أطعنوا طعنة وحدة ويموت بدل ما أعطي عشين ألف طعنة عشان يموت فهمتوا؟ كان ودي أسوي هذه الحركة فلذلك راح تشوفوني أسويها كثير في التحدي طبعا أول ما بدأ الفايت تخلص من أفراد العصابات عشان ما يقروشوني ويطلقوني ومن هذا الكلام زي ما شفتوا هنا يا أخوان أحاول إني أبخوا ثم أسكنوا لكن مو راضية تزبط الحركة نهائيا ولما بخيته بشكل جيد ما أنا قادر أحصل السكين زي ما تشوفون لكن لحسن الحظ أني قدرت أدمجه شوية بالسكين ونزلت تقريبا ربع هيلو زي ما تشوفون بعدها بيك سموك طف الأنوار ونعتذر على ذلك ونعتذر على الجودة لأن الدنيا ظلام في الغرفة ثم بعد ذلك سموك تحصن بجانب أحد أفراد العصابات لكن قدرت إني أذبحه بشكل ناجح ثم بيك سموك بشعلية بشة يهود ثم بباشرة أنا بخيته وفعلا بدأ يكحكح لكن أنا هنا ما أدري ليش هربت منه لحد الآن ما أعرف ليش هربت منه ونسيت أساسا ليش هربت منه بعدها مرة أخرى هجمت مرة ثانية عليه بالبخاخ وبخيته وبدأ يكح بشكل كبير وجيت بطعنه لكن اسموك اختفى فجأة زي ما تشوفون حرفيا سوى تيلبورت للجهة الثانية عاد هنا يا أخوان قلت الثالثة ثابتة وفعلا بشيت عليه بشة قوية بخيت بالبخاخ في وجهه وجيت بطعنه الطعن الوحدة ما قدرت فقلت مالي إلا إني أستلبه بالسكين واستلمته رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي طعنته 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 إلين ما مات ونعم يا أخوان وبنجاح سوينا التحدي وقتلنا بيك سموك بالسكين رغم إنه مدرع وبيم سكستين كذلك فإيش رايكم هل سوينا التحدي بشكل ناجح أو لا وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطعا اليوم وفيه شفنا تحديات المتابعين وهذه هي فكرة السلسلة وإذا عجبتكم لا تنسون الزر اللايك وإذا كان عندكم تحديات اكتبو لنا إياه بالطريقة اللي ذكرت لكم إياها طبعا يصلنا معكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم شكرا